موسيقى ما يسمى في البنوك التقليدية هو نقطة الثالثة هو التدقيق الشرعي أو مهمة في اللغة البنكية يسمى خط الدفاع الثالث نرى مستويات الرقابة الحكمة الشرعية عرفتها المعايير الدولية للحكمة الشرعية EFS بيب ماليزيا على أنها مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن هناك إشرافا شرعيا فعالا ومستقلا في نفس المعايير EFS بي فعالا عرفوها بوجود ثلاث أمور أي مؤسسة لكي تكون لديها حكمة الشرعية وفعالة يجب أن تكون فيها ثلاثة أمور أولها هي الشرعية ثانيها إدارة شرعية وثالثها رقابة شرعية نحن نترق بتفصيل هذه الثلاثة النقاط بالنسبة الاستقلالية موجودة في منشور بنك المغرب المادة التاسعة منها أن الوظيفة وظيفة تقيد لآراء المجلس العلم الأعلى يجب أن تكون مرتبطة مباشرة بجهاز تسير لا يجب أن تكون مرتبطة أي إدارة أخرى لكي نضمنه واحد الاستقلالية الحكمة الشرعية في المغرب لم تخرج عن الحكمة الشرعية في المعاير الدولية أي أنها جعلت هذه الأمور بثلاثة وهي إدارة الشرعية والرقابة الشرعية وهي على مستوى اللجنة الشرعية للمارية التشاركية تابعة المجلس العلم الأعلى لتكون من تسعة أعضاء هذه اللجنة الشرعية هي الوحيدة المخول لها بالإفتاء في مجال المارية التشاركية بالنسبة للنقطتين الثانيتين هو الإدارة الشرعية والرقابة الشرعية هي من المهام في الوظيفة التقييد كما هو واضح في منشور والبنك المغرب في الوظيفة التقييد ما معنى إدارة شرعية؟ إدارة شرعية هي صلة الوصل ما بين الهيئة الشرعية وبين الرقابة بمعنى مبسط هي التي تترجم هذه اللغة الشرعية إلى لغة تقنية ومن جهة أخرى إذا كانت تساؤلات في الجانب التقني تترجمه إلى لغة شرعية باش توصل هذه الشرعية باللغة التي تفهمها نعطي مثال من بين المهام هذه الإدارة الشرعية المدى الثمانية من المنشور والبنك المغرب تعد الوظيفة دليل المنتجات المنصوص عليه في المادة الخمسة أعلى ويصادق عليه جهاز تسيير والذي يشتمل على الخصوص على ما يلي تعريف المنتجات بمعنى أن هذه الوظيفة تتأخذ هذه الأراء أو الفتاوى للجنة الشرعية وتترجمهم بلغة تقنية لكي يجعل الموظفين البنكيين يفهموا هذه الأراء الشرعية باللغة لهم هذا هو الدور للدليل الشرعي كذلك النقطة الثالثة هي الرقابة الشرعية طبعاً سواء في القانون 113 أو في منشور ولي بنك المغرب لا يذكر أي شيء مثل تدقيق الشرعي يذكر الرقابة الشرعية أو المراقبة بالفرنسية المقابلية بالفرنسية لماذا تتسميها؟ لماذا تتجنبوا تدقيق الشرعي لكي لا يكون داخل البنك واحد تعارض ما بين هذه الوظيفة المراقبة التي تتسمى عند البنك التقليدي بلوديت لأنك عندما تدخل البنكة تقول لهم لوديت هذا المدقيق الذي تكون في البنك المدقيق تقول لك إذا كان لوديت رتاب عليها إذا قلت لهم الكونفورمية تقول لك رتاب عليها هم حاولوا يستعملوا واحد المصطلح غير معروف في اللغة التقليدية لكي يكون لديه واحد وظيفة خاصة لا تابعش لشيء يكون تابع الجهاز التسير مراحل الحوكمة طبعاً هذا مراحل الحوكمة تابعة له ثلاث نقاط الأساسية وهي الشرعي والإدارة الشرعية ورقابة الشرعية مراحل الحوكمة الأولى هي إصدار الفتاوى كما قلنا هو الاختصاص لجنة الشرعية المالية التشاركية ثانياً تبليغ الفتاوى دائماً هي الإدارة الشرعية لأنه لا يوجد أي شخص يفهم هذه الفتاوى الشرعية يعني هو الترجمة يعني تبليغ الفتاوى لأن لا يمكن دقق أو تراقب شخص لا يفهم هذه الفتاوى يجب أن يفهمها باللغة المتداولة عنده ثانياً تبليغ الفتاوى ثالثاً المتابعة والمراجعة الدورية للتنفيذ وهي تسمى المراقبة الدائمة أو المراجعة الدائمة باللغة البنكية عادت المراجعة السنوية للتنفيذ وهي التدقيق هنا بنسبة النقطة الثانية لتبليغ الفتاوى ورد في منشور ولي بنك المغرب تتولى الوظيفة تتبع وتطبيق الآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلم الأعلى ومراقبة التقيد بها من خلال ضمان تتبع تطبيق يعني لا يكفي أن تتبع تتبع مختلف الإدارات ضمان تتبع تطبيق لهيئات الداخلية للأراء المطابقة وللدلائل والتوصيات التي يصدرها المجلس العلم الأعلى المحور الثاني نظام الرقابة الشرعية كما قلنا هو 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 نظام فيه بزفد المستويات كما قلنا هو من الأركان أو من الأعمدة من الحكمة الشرعية الهدف ضمان الالتزام بالشريعة كشف أي انحرافات بصورة فورية وإبلاغ الإدارة هنا لدينا المادة من شروري باقي المغرب توصي الوظيفة باعتماد الإجراءات الضرورية في حالة عدم التقييد بالشروط المتعلقة بتقديم منتج العملاء إخبار لجنة التدقيق بكل إخلال إخبار جهاز تسير إلى غير ذلك مرجعية النظام طبعاً في منشور نذكر ثلاثة الأمور نذكر الآراء والتوصيات والدلائل الصادرة عن اللجنة الشرعية هذه المرجعية مقاومات نظام الرقابة الشرعية عموماً نذكر في المعايير الدولية خمسة أمور عاملون أكفاه مهنياً وشرعياً مرجعية شرعية كافية الفصل بين الوظائف المتعارضة لا يمكنش واحد مثلاً في المطابقة الشرعية يكون تابع الواحد في إدارة نفيذية لأنه كان واحد تعارض نقطة الرابعة والخامسة مستويات الرقابة الشرعية أن يكونوا موجودين في المؤسسة مستويات الرقابة الشرعية أو خطوط الخط الأول والخط الثاني والخط الثالث خامساً خريطة المخاطر الشرعية التي تكلم عنها في المنشور في المادة ثلاثة ما هي هذه الخريطة؟ خريطة المخاطر نذكر النقطة الثانية إعداد لائحة مخاطر عدم مطابقة عمليات مؤسسة وأنشطتها للآراء وضع عند الاقتضاء منظومة تسمح وتسبع المخاطر المراجعة المستمرة لمنظومة قياس المخاطر تتبدل من مؤسسة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر حسب الظروف نحاول أن نعطيه مثال تطبيقي على هذه المخاطر لأن المطلوب هو أمور عمليات تطبيقية مثلاً أن نأخذ خريطة المخاطر على عملية المرابحة للأمير بالشراء كيفاش نحن مثلاً أو أي بنك تشاركي أو إسلامي يعد هذه الخريطة المخاطر أولاً بها ما معنى الدورة المستندية الدورة المستندية هي من لحظة دخول الزبون الوكالة البنكية حتى النهاية يعني آخر آخر سادات ديالو في مدة مديونية تناخذ ذلك المراحل وتنقسموهم مثلاً من لحظة دخول الزبون الوكالة البنكية حتى الوعد تناخذ ورقة وتنظروا على مختلف الإدارات اللي تدخلوا في هذه المرحلة لاحظة الدخول الزبون حتى المرحلة الوعد وتكتبوا المخاطر الشرعية طبعا هذه المخاطر الشرعية تدخلوا ما يسمى brainstorming هو كل المخاطر التي تخطروا بالبال كتبت هنا الواقعة والمتوقعة لأن حسب التطبيق تنعرفوا ما هي المخاطر المتوهمة و ما هي المخاطر الحقيقية ما هي المخاطر الحقيقية في المنشور وظيفة المطابقة مذكور المراجعة المستمرة لمنظومة قياس المخاطر لأن المخاطر تدخلوا مخاطر جدا وتمشون المخاطر اقدام على حسب المنتجات وعلى حسب العمليات كما قلنا كل المرحلة تناخذوا تدخلوا كل المخاطر الواقعة والمتوقعة هذه هي خريطة المخاطر مفهوم؟ النقطة الرابعة مستويات الرقابة الشرعية لدينا ثلاث مستويات هذه طبعا هنا نوصل إلى الأمثلة وهذه مستويات الرقابة المذكورين هنا كان يحسب المكتقليدي خطوط الدفاع الأول الثاني والثالث مستويات نظام الرقابة الشرعية لدينا لدينا الزيارة الليلة السفرية المستويات الرقابة الثانية هو الرقابة القادمة والمستويات الرقابة الثالث هو التدقيق الشرعي لماذا دروا هذه الخطوط؟ لأن لن يكون لدينا خريطة المخاطر هذه المخاطر تتوزع على الإدارات وعلى المستويات كين مخاطر التي ستكون في الأول مخاطر في الوسط ومخاطر في الأخر إذن نحن نحاول نوزع هذه المخاطر على أعلى مختلف المستويات نعطيه مثال المستوى الرقبة الأول أو الرقبة من الدرجة الأولى أو خط الدفاع الأول التي ستسمى في الوكالات البنكية نعطيه مثال الوكالة البنكية عبارة عن معلومات أولية نتعرف من خلالها على مجموعة من النقاط الضرورية لتكون معاملة شرعية مثلا، سأذهب وريد أن نوجد رقبة من الدرجة الأولى سأذهب عند الناس في الوكالة ونعطيه مجموعة من الأسئلة خاصهم وكأنهم تصفوا المعلومات على الزابون من البداية فلصمة الزابونية يأخذ المعاملة عدر رجعوا لقوي إشكالات مثلا، بالنسبة للسيد الذي في الوكالة يطرح هذه المجموعة من الأسئلة هل هناك علاقة بين البائع الأول والزابون؟ لماذا؟ حصة من الشركة؟ لماذا تجنبه وتكون علاقة ما بين الزابون والبائع؟ لكي لا نقعوا في العينة؟ لأن إذا كان البائع هو الزابون، رواح الشخص يبيع على رأسه، أن نقعه في بيع العينة، المنوع في القانون 113، بيع العينة، ترى ما كان علاقة عائلية ما بين هذا الشخص، أو علاقة قرابة، أو شركتين لنفس الشركاء، يعني لا تسبب تجارة حقيقية تقول لي هذه المعاملات غير سورية، بيع العينة داخل في البيع السورية، هل تم تقديم تصبيق للبائع أم لا؟ إن كانت هناك أي علاقة تعاقضية، هل تم فسخها أم لا؟ بين الزابون وبين البائع الأول، لأن إذا كانت علاقة تعاقضية بين الزابون وبين البائع الأول، تعتبر المرابحة لاغية، لأن المرابحة ما هي؟ هي أن المؤسسة تشري واحد العقار وتتبيع الزابون، إذا كان هذا الشخص الأول هو الشخص الثاني، الذي في الآخر تعتبر المعاملة اللاغية، هذا بعض الأمثلة على المراقبة من الدرجة الأولى، مستوى الرقابة الثاني أو خط الدفاع الثاني، الذي هو الرقابة الدائمة أو كدخل بيغمانه، من الأسئلة لخص المراقب الشرعي أو المراقب عموما يفحصها، هل تم تحويل هامش الجدية إلى تصبيق دون الرجوع إلى الزابون؟ لأن الفرق بين هامش الجدية والتصبيق أن هامش الجدية هو ملكية للزابون، بينما التصبيق هو ملكية، هو ملكية للبنك، هل تاريخ عقد الشراء سابق على عقد البيع؟ هل تم معاينة العقار حقيقة؟ طبعاً يجب أن تكون واحد الوثيقة المعاينة، هل تم إعلام الزابون بكل المصاريف، لأنه من الشروط المرابحة؟ هل تم ملء لائحة نقاط التفتيش الأولية؟ هذه الرقابة الثانية يجب أن تكون لديها رقابة حتى على مستوى الأول الرقابة، هل ترون رقابة الثالثة في الرقابة الأولية؟ هل تخدمته أم لا؟ بحل واحد ترقب الأخر، مستوى الرقابة الثالث أو خط الدفاع الثالث، وهو التدقيق الشرعي، أين تتجلى صعوبة التدقيق الشرعي؟ التدقيق الشرعي هو أكثر تطبيقاً، هو شيء تطبيقية عملية، ليس شيء شيء لا تدرس، لماذا؟ أنه يعتمد أولاً على نتائج الرقابة الشرعية الداخلية، يعني هاد سيد، هاد سيد فشي طلع لي مجموعة من المخالفات، أنا عندي واحد فشي طلع لي مجموعة من المخالفات، أنا عندي لشي نبني تدقيق الشرعي دياري، يعني يخصني كون شيء حاجة علشي نبنيها، مثلاً، سأقول لي، مثلاً، أي نوع من المخالفات، تلقى واحد المخالفة بواحد شكل كثير، يعني هذه المخالفة التي تلقى بواحد شكل كثير، أنا سأعطيها واحد الأهمية في عملية تدقيق دياري، بينما إلاجة وقال لي واحد المخالفة، ما لقى هاشقاع، نقدر أن نأخذ واحد العينة من هذه المخالفة أو ثلاثة، ماشي بحل لو قال لي أن هذه المخالفة شائعة في كل الملفات، يعتمد نظام العينة، نتائج تدقيق للسنة الماضية، تجربة المدقيق الشرعي، مثلاً، إحنا أي مدقيق غنمشي عنده في البنكة، يقدر يعطيك المستويات ديال الوكالات كاملين، يعني إلا أريدنا مثلاً، الكفاءة ديال المختلف الوكالات، علشاء من خلال تجربة دياله، من خلال كسرة طول تجربة، وكسرة الميسيون الليدار، يقدر يعطيك الترتيب ديال هذه الوكالات، تقسيم إدارات المؤسسة، وتقسيم المنتج، حسب خطة تدقيق، المذكورة، في المادة سبعة، من منشور ولي بنك المغرب، ديال الوظيفة التقييد، اللي صدر في أبريل 2018، دورة تدقيق الشرعي، حاولنا ندر دورة تدقيق الشرعي عامة، أولاً، تحديد المخاطر، اللي كان في كل منتج، وضع خطة تدقيق، يعني كيف سوف نبدأ، وكيف سوف نضيفه، وكيف سوف نضيفه، وكيف سوف نضيفه، تحديد العينة، طبعاً هذه العينة، يجب أن تكون، كما تقول، غوب خيزنطاتيف، موافقة الهيئة على الخطة، على خطة تدقيق، طبعاً هذه، كما قلنا هنا، قانونية، إعداد مخطط، هنا في المادة سبعة، دي المنشور ولي بنك المغرب، إعداد مخطط عمل سنوي، يصادق عليه جهاز تسير المؤسسة، أو المسؤول عن النافذة، ويجب أن يشمل المخطط المذكور ما يليه، برنامج دراسة العمليات، من أجل التأكد من تقيدها بالآراء بالمطابقة، وبالدلائل والتوصيات الصادرة عن المجلس العلم الأعلى، إذن هنا قلنا موافقة الهيئة على الخطة، تقسيم المهام، إعداد وتطوير دليل التدقيق، زيارة المبدئية، يعني زيارة هذه لمختلف الوكالات، ومختلف الإدارات، بدء التدقيق، رصد مختلف الملاحظات، مناقشاتها مع الإدارات، لماذا؟ لأن احتف التقرير السنوي، فلن تُعطي واحدة المخلفة الشرعية، كنت تسفتها للإدارة، لكي أعطيك هو الجواب دياله، ماذا سبب ديال هذه المخالفة؟ مناقشتها مع الإدارات، إعداد التقرير، رفع التقرير للهيئة، مناقشت توصيات التدقيق، الزيارة النهائية والتبليغ، متابعة تنفيذ القرارات أو التوصيات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا، إن الحمد لله رب العالمين، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر